بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام عليك رسول الله سبحان الله والحمد لله. ولا اله الى الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ازايكم ا erhalten يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هتكلم معكم على الموضوع مهم جدا. اه لو انتي تجمعي ما بين الرضاعة الطبيعية و الرضاعة الصناعية و خايفة طفلك يفطم نفسه. الحياة انا مريت بالتجربة لزي. اه يعني كان عندي آه ظروف معينة. واطلرت ان انا اجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعي. وبعد ثلاث شهور آآ رقيت بنتي فطمت نفسها وما بقيتش متقبلة خالص تاخد الرضاعة الطبيعية نهائيا مش عايزة خالص نهائيا وقدر التميز ما بين البيبرونة آآ لان طبعا البيبرونة العادية بتبقى سهلة آآ في المص وفي الشفط ومجهود اقلب كتير جدا على الطفل من الرضاعة الطبيعي. ففي الحقيقة برضو آآ اتقررت معي نفس التجربة وبردو اتقررت معي نفس الظروف وبالتالي برضو بيتخايفة ان برضو الطفل ان هو آآ بنتي برضو تفطم نفسها آآ من الرضاعة الطبيعي آآ آآ يعني سبحان الله بقدر الله تماما عرفت معلومة آآ ان في نوع من البيبرونات آآ اسمها او الرضاعة اللي هي التغذية الطبيعية اللي من خلالها بيكون الشفط او المص بتاع البيبرونة بيكون صعب على الطفل آآ وبالتالي ما بيقدرش ان هو يميز بسهولة ما بين الرضاعة الطبيعي والرضاعة الصناعي ولقيت النوع البيبرونات دي اللي انا اشتريته اللي هو زي ما حالك شايفيها كده اسمه آآ من شركة فيليبس وده شكل الرضاعة بتاعته شكل الحلم بتاعته شايفين شكلها عريضة عاملة ازاي شايفين آآ هنا الحلمة نفسيها قوية مشطرية زي الحلمة العادية وزي ما انتوا شايفينها عريضة شايفين بقء البيبرونا عامل ازاي يعني دي بقء البيبرونا العادية ودي البيبرونا الببرونا عفوا اللي هي او الرضاعة الطبيعية ودي البيبرونا العادية شايفين الفرق ما بين الحلمة دي والحلمة دي شايفين دي عريضة ازاي ودي رفيعة ازاي الشفط من الطفل هنا بيلاقي صعوبة في الرضاعة من آآآ لكن دي بتابقى سهلة جدا عليه. آآآ فبالتالي آآ بتبقى صعبة الى حد ما زي صعوبة المص الطبيعي من آآ يعني من صدر الام. فبالتالي آآ ما بيقدرش ان هو يعني بيبقى هو كده كده في صعوبة في الببرونا وفي صعوبة في الرضاعة الطبيعية. فبالتالي آآ ما بيفطمش نفسه من الرضاعة آآ الطبيعية هم مصممينها على هذا الاساس. الاجزاء اللي مشايفينها دي منعة لدخول الهوى. اه هي بتتهيقها من مصنوع من البلاستيك لكنها بتتغالة عادي. بتعقميها عادي معمولة من مواد تقاوم الحرارة. اه انا جبتها منين? جبتها موجودة في كل الصيدليات على فكرة. بس انا جبتها من كان عليها عرض اه هي غالية شوية. يعني هي كانت اه كانت بميتين وتلاتين. اه فانا جبتها بعد كان في عرض ان هي تشتريها بمية وتمانين فاشتريتها بمية وتمانين كان بالنسبة لي ووفرت فيها خمسين جنيه. وكان الشحن مجانا. فكان بالنسبة لي عرض كويس يعني واشتريتها آآ من سوق دوت كوم. آآ لكن هي برضو موجودة في كل الصيدليات لكن ما عليهاش عروض يعني ما اسألت عليها في الصيدليات كان بمتين تسعة عشرين جنيه بالزبط يعني حوالي متين وتلاتين جنيه. فللي عنده ظروف وجامع ما بين الرضاعة الطبيعي والصناعي. نبقى احنا كده اخذنا بالاسباب وان شاء الله اولادنا يعني ما يفتموش نفسهم آآ نسيجة ان احنا تحررنا ان احنا نجيب لهم آآ رضاعة او ببرونا تكون آآ يعني ايه زيها يعني تبقى فيها صعوبة الرضاعة الطبيعية آآ وبالتالي ما يفتموش نفسهم. اتمنى تكون المعلومة افادتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.